اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا منكثين يروا نساء واتقوا الله الذي تساءل نبيه والأبحان إن الله كان عليكم رخيبا يا أيها الذين آمن اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهادي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم بعد أخوة الكرام كتاب الإيمان الباب الثاني ذكر ما يظل على أن الإيمان والإسلام إسمان لمعنى واحد وأن الإسلام يقصر باللسان والعمل والأركان وأن الإيمان أعتقاض بالقلب حديث أمر حدثني لو تستطيع أن توجس فيه حتى ننتهي للغط مر علينا كثيرا فأتي بأهم ما فيه حدثني أمر بن الخطاب رجل الله عنه قال بينما نحن عند نبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طال علينا رجل شديد سواد الشعر شديد ويالأثياب لا يرى عليه أثر صفر ولا يعرفه من أحد حتى جلس إلى نبيه الله صلى الله عليه وسلم وأسند رجبته إلى رجبتهم ووضع كفيه على فخزي ثم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام ما الإسلام قال تشهد أن لا إله إلى الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤفي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استعطى إليه سبيلا قال فعجبنا له يسأله ويصدق ثم قال أخبرني عن الإيمان ما الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فبالقدر كله خيره وشر خيره وشر خيره وشر بدأ جزاك الله خير الباب إيش بواب بابا إيش الباب ذكر ما يدل على اتداء الإيمان نعم أن الإيمان والإسلام اسماء لمعنى واحد نعم هو يقول باب ذكر يعني سأذكر لك الأذلة التي تثبت أن الإيمان والإسلام لشيء واحد هو الحق أنهما اتفقاني بشيء أو قل يجتمعاني لشيء واحد وهو الدين لكنهما متغيران الأصل أنه أتى بحديث جبريب لأن في حديث جبريب إظهار المفارقة والتمايز بين الإسلام والإيمان وقد بينا الأسبوع الماضي مع التمايز لا يمكن الانفكاد مع التمايز لابد أن يكون التلازم والترابط إذ لا إيمان بلا إسلام ولا إسلام بلا بلا إيمان كما سنبين وهو هنا الآن يستدل بهذا الحديث أيضا على العلاقة بين الإسلام والإيمان اختلف العلماء في مسألة الإسلام والإيمان على قولين أو قول على سلسة أقوال القول الأول قول بعض المحققين ومنهم جبل الحفظ من؟ البقاري البقاري يرى بأن الإسلام والإيمان شيء واحد إسمان لشيء واحد ولذلك بوى بهذا الباب ابن مندى فيرون أن الإسلام والإيمان إسمان لشيء أو إسمان لشيء واحد واستدل على ذلك بأدلة منها أن الله جل في أولاه قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت فالإيمان أولا ثم فدل ذلك على أن الإيمان هو الإسلام المذكور في الآية واستدل على ذلك أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الجنة منوطة بالإيمان أو قال منوطة بالإسلام قال في رواية لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة لا يمكن أن تدخل إلا أن تكون نفس مؤمنة والمؤمنة لابد أن تكون مسلمة فلذلك قال هذه فيها دلاءة أن الإيمان هو الإسلام الله جل وعلا أناط دخول الجنات وقبول الأعمال الصالحات مع الذين أمانوا الذين أمانوا وهذه أيضا دلالة عنهم أسلموا لله جل وعلا فهذه أدل يستدلون بها على أن الإيمان والإسلام إثمان لشيء واحد وأوضح ما استدل به كما قلنا الآية التي ذكرناها القول الثاني قول الجمعينة العلم والسلف والخلف بتفصيل وتفسير أنهم قالوا الإيمان يغير الإسلام والدلالة مع أنهما يتلازمان لا ينفكان والدلالة على ذلك من الكتاب ومن السنة أما من الكتاب قد قال الله جل وعلا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأصدف العطفي المغير إذن المسلم غير المؤمن وأيضا طول الله جل وعلا طالت الأعراب آمنة قلنا تؤمنوا ولكن قولوا أسلم ففيها دلالة على التفرق بين الإيمان والإسلام النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيح لما أعطى رجلا فقال له سعد بن أبي وقاص لماذا تركت فلانا والله ما أراه إلا مؤمنا فقال الله سلم أو مسلما أي قل أو مسلما وهذا دلالة وضحة جدا أن السلم يفرق بين المؤمن وبينه وبين المسلم قال قل أو مسلما وأيضا الحديث حديث الباب الذي يستدل به المصنف دلالة وضحة جدا أن جبريل قال لنا السلم ما الإسلام قال أن تشهد أن لا إيهφ الله وأنا محمد رسول الله إلى آخر أركان الإسلام ثم قال ما الإيمان فإذا السؤال سؤال عن مغيرة سأل عن إسلام وسأل عن إيمان فدلالة وضحة جدا على الفرق بين الإسلام والإيمان لأن السلم قد أجاب جبريل وكلما أجاب قال له جبريل صدق صدق ثم قال جاء يعلمكم أمره دينكم دينكم ففي أدلال على المغايرة بين الإسلام والإيمان ثم بعد ذلك قالوا ومع هذا التفريق الذي جاء به الشر نحن نقول العلاقة بينهما علاقة تلازم وتوافق إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع لما قالوا بهذه القاعدة قالوا لها نظار مثل البر والتقوى مثل الفقر والمسكنة كل هذه نظار مثل هذه المسألة قالوا إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع وبهذا يردون على على ما استدل به الأولون يقولون إذا اجتمع يعني إذا اجتمع في الذكر إسلام وإمان كان الإسلام يدل على الأعمال الظاهرة وكان الإيمان يدل على الأعمال وهذا في مصدد أحمد وفي غيري جاء صريحا عن المسلم لكن الحديث فيه ضعف وإن نستأنس به وهو أنه قال الإسلام علانية والإيمان في القلب الإسلام علانية وهذا مثل حديث جبريق قال أن تشهد أن تصوم أن تصلي أن تحج هذه إيش جوارع ظاهرة علانية وقال في الإيمان تؤمن بالله وملائكة باطن فقال الإسلام علانية والإيمان في القلب نستأنس به وإن كان السند ضعيف فقالوا إذا اجتمع في الذكر كان للإسلام الظاهر وكان للإيمان الباطن وإذا افترق نزل أحدهما تحت الآخر لما يقول الله جل في علاه إن الدين عند الله الإسلام دلال على أنه يقصد الإسلام والإيمان بل وإيش والإحسان لما يقول للسلم لا يدخل الجنة إلى نفس مسلمة يقصد ذلك مسلمة وإيش ومؤمنة قالوا هذا كلام جميل والأدل عليه ظاهرة فما تقولون في قول الله جل في علاه فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين قلنا التوجيه توجيهان التوجيه الأول كل مؤمن يصح أن نطلق عليه أنه مسلم قد بياننا الأسبوع الماضي بالعلاقة قلنا كل مؤمن مسلم ولا ولا عكس لكن لابد للمؤمن أن يكون معه إسلام لأن الإيمان إسلام وزيادة بياننا ذلك بالأدل الإسلام الماضي تقررون أم تلكرون الحمد لله وقلنا كل مسلم لا يكون مسلما إلا أن يكون معه أصل الإيمان صحيح أو لا فإذن تجوزا يمكن أن نقول ولم نقول بالمجاس في القرآن نقول أطلق عليهم المؤمنين وأطلق عليه المسلمين فكل مؤمن يصح أن تقول أنه مسلم من عقق الناس محمد إذا سألك أحد عن زيد تقول زيد من المسلمين تقصد أنه من أهل الإسلام لكن عندما تتكلم عن طاعته عن عباداته عن خيره تقول هو من الإيمان بمكان لكن يصح أن تطلق عليه اسم الإسلام أم لا هذا هو إذا التوجيه الأول قول لا جل في علا سأخرج من كان فيها من المؤمنين يقصد بها من لوط ومن معه فما وجدنا فيها غير باية من المسلمين يقصد بها أيضا لوت ومن معه أطلق عليهم الإيمان فإن كانوا على إيمان فهم على إسلام فلا يعني فلا دلال لهم بأن الإيمان والإسلام شيء واحد الأمر الثاني أو التوجيه الثاني وهو الأقوى نقول قول الله جل في علا فأخرج من كان فيها من المؤمنين يقصد لوت وبناته وامرأته وقال هذا بيت إيمان نعم هو هذا الصيد بيت إيمان فقال فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين لأنهم أهل القرية كانوا كفار فالكلام كل على لوت وأهل بيت فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين فيقصد بالمسلمين الحق من لوت وبناته لأن امرأته كان ظاهرها الإيمان هي مع لوت ولوت مؤمن وأولاده على إيمان فكان ظاهر المرأة أنها على فلما راحت الملائكة وذهبت كشفت عن الغير وأظهرت أنها من المنافقين وليست من المؤمنين فلذلك كان الإسلام صرفا لمن للوت وبناته ومعنى ذلك أنها أيضا ما كانت من المسلمين ما كانت من المسلمين لذلك أصابها ما أصابها وهذا هو الرد الثاني على ما استشكل به البخاري فيبقى لنا الدليل سليم من المعارضة الإيمان والإسلام إسمان شيء واحد على ما بواب به المصنف لا يصح لابد أن نقول الإيمان والإسلام متغيران لكنهما متلازمان ولا ينفكان بحال من الأحوال يتفرع عن هذا الأصل ألو هو المغيرة بين الإسلام والإيمان صمرة مهمة جدا نعم جدا القول الثالث هو القول بالتفصيل وأدرجده أنا مع القول الثاني التوجيه الثاني أي توجيه محمد الآية التوجيه الثاني قلنا فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين يقصد البيت بأسر لأن المرأة كان ظاهرها أنها إيه مع لوت وبيت لوت بيت إيمان صحيحة ولا لا فلما جاءت الملائكة كشفت وفرقت فقالت فما وجدنا فيها غربية من المسلمين لوت أولاد صح أن يقال عنه الإسلام لأنها أصل إيمان في قلوبه ولما اختار الإسلام لهم ولم يعني يصرح بالإيمان حتى يظهر نفاق لأننا ممكن نقول المرأة عصية عندها أصل الإسلام لكنها عصية شهوة غلبت شهوة أنها تأتي بأهل طريقتها للضفاء لكن نقول لا الملائكة أرادت أن تظهر بالتصريح بالإسلام لوت ومن معه أنها أيضا طلبها تدخل من إيش؟ من الإسلام مفهوم؟ طيب يتمخد عن هذا الأصل ثمرة عظيمة جدا ألا وهي مسألة الاستثناء في الإسلام من يقول أو الإيمان من يقول بعدم الفرق بين الإسلام والإيمان يكون أقرب الناس إلى أن يقول لا استثناء في الإيمان ومن يقول بالمغيرة الإسلام والإيمان الإسلام غير الإيمان وأن الإيمان أرقى من الإسلام قال يصح للإنسان أن يستثني في الإيمان لأنه معه إيش أصل الإسلام وسيأتيكم نبأ هذا هذه الصمرة على هذه المسألة التي أراد أن يباوب لها المصنف وهي الإسلام والإيمان والألاقة بينها هذه الصمرة هي الاستثناء في الإيمان ما معنى الاستثناء في الإيمان أن يقول العبد المكلف وانت الآن الحمد لله فيما تراه في كل الناس إخوة وغير إخوة ما اسمك محمد إن شاء الله أمك موسينة بإذن الله يا حبيب ما هي اسمها موسين ما أنت اسمه محمد إن شاء الله في إيش إيش اللي هتفعله غدا محمد إن شاء الله سيسمونك يعني يتولد مرة أخرى وبعدين يعط عنك وبإذن الله يتسمى محمد هذا الذي يحدثنا إخوة إن شاء الله فالكلام في الاستثناء هو أن تأتي بأذن الله إن شاء الله أن تقول إذا سألت الأخ سألته عن اسمه قال محمد إن شاء الله لما تسأله عن الإيمان إيش سيقول أنت مسلم سيقول لك مسلم إن شاء الله وهذه مصيبة كبيرة في العوام مصيبة كبيرة لو قال مؤمن إن شاء الله قلنا دخلت في الخلاف بين العالمات أما لو قال مسلم إن شاء الله كفر وإيش اللي منعهم الكفر الجهل المضبط جاهل ما يعرف إن شاء الله هذا استثناء كأنه فيه تشكيك ولذلك قلنا من قال بالتفريق بين الإسلام والإيمان قال يصح الاستثناء في الإيمان لكن لا يصح الاستثناء في الإسلام طيب إبقى معنى الاستثناء أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله اختلف العماء فيها على أخوان الثلاثة القول الأولى قول الجامية وهو قول مرجئة الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله قول الجامية وهو قول مرجئة الفقهاء قالوا لا يجوز الاستثناء في الإيمان بحال من الأحوال قلنا لماذا قالوا الاستثناء شك والشك لا يجتمع مع الإيمان لا إيمان مع الريب بحال من الأحوال قال الله جل فيه أولاد إن الذين أمنوا ثم لم يرتابوا وجهدوا أمارين مضبوسوا من الآخر الآية قال إن الذين أمنوا ثم لم اختشرت وقيت وأيضا قد قال النبي السلام من قال لا إله إلا الله مستيقما بها قلب وقال مستيقلا بقلب فهذه فيها دلالة الاستيقان أو اليقين لابد أن يفارق الشك والتردد وقد بيّن النبي السلام أن مسألة مضارها على اليقين فقالوا إذن لا يجوز للإسان أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله لو قال أنا مؤمن إن شاء الله فهذه فيها دلالة على الشك وعلى الريب والتردد وهذا كفر بذلك سم مرجئة البقاء من يقول أنا مؤمن إن شاء الله شكاك واتهموا الشفعية لأنهم شكاك وخرجوهم يعني لذلك من الطرائف أنهم قالوا في الفرع الفقية ونظر الفرع الفقية عندهم في الكتب فأمهات الكتب يقولون وفرع على ذلك ويجوز للحنفي أن يتزوج الشفعية قياسا على أهل الكتاب ليش؟ لأنهم يقولون المؤمن إن شاء الله فخرجوهم من البيت قالوا قياسا على الكتاب تزوجوه حنفيية الزوج الشفعية قياسا على أهل الكتاب القول الثاني والقول الشفعية قالوا بوجوب الاستثناء حجيب طرفان ووسط قالوا بوجوب الاستثناء قالوا لأن الإيمان إذا نظرنا إلى المآل لا يملكه أحد يعني إيه إلى المآل يعني إيه المآل ما يختم به ما يختم به إذا كان النظر للمآل لا يجزم به ولا أعلمه أحد وإن قال الله جل في علاه يا أعيو الذين أعمنوا اتقوا الله حقا تقاتي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون هذا اشتاعت في المر لكن لا يجزم به والأسيامة وأن الإيمان قال وبيّن أن كل إنسان نبدن يحسن وظنى بربي وما أحد يعلم بما يختم له قال الإيمان يمسي المر فتن فتطع الليل المر وفي رواية قال كما وقع القطر بينه قال يمسي فيها المرء كافرا ويصبح مؤمنا ويمسي كافر يبيع دينه بثمن البقص أو بعرض من الدون درائم معدود الغلط المقصود أن الخاتمة بالإيمان لا يجزل بها إيش أي أحد أيا كان أي أيا كان فلذلك قاله لابد أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله يعني بمشيئة الله يمكن أن أموت على هذا الإيمان قالوا النظر الأول الزمن بوجوب الاستثناء النظر الثاني قالوا عندنا نه وتحريم لو قال أنا مؤمن زكى نفسه أم لا بريرة لما غير أن السلام اسمها لأن فيها تسكية النفس غير اسمها لأن فيها تسكية النفس قال طيل عن زين من تجحش أيضا كان اسمها بريرة وغيره من السلام من تسكية النفس فقال الله هذه فيها تسكية النفس لذلك وجوبا لابد أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله حتى لا يقع في تسكية النفس المحضر القول الثالث وهو قول المحققين من المذاهب وهو قول الحنبلة قالوا بالتفصيل قالوا في الإسلام لا يستثن وهذا قول أحمد بالنص في الإسلام لا يستثن لابد أن يجزم ويقول أنا مسلم وإن قال أنا مسلم إن شاء الله ذهب أدرجة رياح وفي الإيمان له أن يستثن في الإيمان له أن يستثن هذا قول الإمام أحمد قالوا نحن نقول بالتفصيل إن كان الكلام على المآل فعليه أن يستثن يارب أن يستثن وإن كان الكلام على الجزم بالديانة التي يدين الله بها فوجوبا لابد ألا وبذلك قد جمعوا بينه القولين وهذا هو القول الرارح نخلص به إلى أن الإسلام لا يصح فيه الاستثناء والإيمان يصح فيه الاستثناء ويكون بذلك استئناساً على ما رجحنا بأن الإيمان والإسلام يتغيران لكنهما يتلازمان الفوائد المصنبطة من الحديث الذي ذكره المصنف أولاً يترتب على التفريق بين الإسلام والإيمان وهو الرارح الأظهر كما بيناه أحكام في الدنيا وفي الأخيرة فلما فرقنا بين الإسلام والإيمان فمن أظهر الإسلام فله ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين يتزوج من أهل الإسلام يارث من أهل الإسلام يموت فيضفن بين المسلمين ويغسل ويصلى عليه وهذا الذي بيانه النبي السلام حتى تستوي أحكام الدنيا قال لأسامة عندما قتل الرجل وقال ما قالها إلا تعوذا قال له هل لا شققته عن قلبه أن تخذ بالظاهر وجعله إسلام وهذه قاسمة ظهر لأصحاب الغلوب الذين يكفرون بلا بينة وإن كانت عندهم البينة ولم يستطيعوا أن يقيموا الحجة ولا يزيلوا الشبهة ليس لهم أن يتجرؤوا على مستهد الأعراض وأن يخرجوا رجلاً دخل دائرة الإسلام بيقين فلابد أن لا يخرج إلا بيقين بدليل أوضح من شمس النهار قد قال الإسلام فقد بقى بها أحدهم فإذا أظهر الإسلام بصلاة أو بصيام أو بأذان لنا أن نقول هذا من المسلمين لهم للمسلمين إن عصى نكره هذه المعصية وأيضاً أمام الله للعالى نبرأ من هذا الفعل لكننا لا نخرجه من دائرة الإسلام إلا إن كان منافقاً خالصاً فقد أظهر نفاق لو أبطل النفاق ما لنا وللقلوب قال عمر بن الخطاب مصرحاً قال رضي الله عنه أرضاه أيها الناس إن الوحي قد انقطع فمن أظهر لنا خيراً عملناه يعني بهذا الخير وإن كانت صريرته سيئة فحسابه على الله ومن أظهر لنا شراً عملناه بإيش بهذا الشر وإن كانت صريرته حسن فالمسألة دائرة على الظاهر ولذلك قلنا بالترجيح إذا فرقنا بين الظاهر بين الإسلام وبين الإيمان فالإيمان أحكامه في الدنيا في الآخرة إلى الله وأما الإسلام من أظهر شعائر الإسلام فهو من المسلمين حتى يأتي بشيء ينقذ ذلك الفائدة الثانية من ترتيب سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحكم لرجل مكلف بأنه من أهل الإيمان حتى يأتي بالإسلام ترتيب أول منذ لابد نتزمه قال ما الإسلام؟ قال أن تشهد وهذه دلالة وضحة بالتصريح من الأدلة الأخرى قال للسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقوله ولو أقر بقلب أن الخالق الرازق هو الله ولو أتى بأعمال القلوب من إنابة وتوكل وتوبة وغير ذلك وخشية لا يحكم بإسلام حتى يتلفظ بلا إله إلا الله إلا إن كان أخرص أو إن كان مكرهاً هذه أمور أخرى موانع أخر لكن هو لا يحكم له بإسلامه إلا أن يأتي بهذه الظواهر التي بيانها الأنسان في إجابته على سؤال جبريل الفائدة الثالثة البراءة براءتان براءتنا كاملة وهي براءة من الشخص ومن الدين الشخص وبراءة خاصة وهي البراءة من العمل فقط من وين هذه الفائدة؟ جحيى بن يعمر ماذا قال ابن عمر قال قال إني منهم براءة بريء وهم مني براءة هنا يقصد أي براءة البراءة العامة وإيش الدليل إيش الدليل للبراءة العامة ابن عمر قال أنا بريء منهم كفر وهم مني براءة البراءة الكاملة العامة إيش الدليل قال لو أنفق أحدهم مثل أحد ما تقبل منه ومن الذي لا يتقبل الله منه الأعمال الكافر ماذا قال الله جل في أم منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله والرسول شحط من أم مين إيه انت خذف الجبل الآن تعال انزل من على الجبل الله يكريم قصة عمر الخطاب يحيى بن يعمر الله يبارك فيه لما جاء ابن عمر بسؤال ما دي كنت معنا ما كانش موجود القصة القصة الطويلة لما اكتنف عمر بن عمر فقالوا إن عندنا أناس يتقفرون العلم يقولون القدر اللا قدر وأن الأمر أنف قال إيه إني منهم بريء وهم مني هذه البراءة براءة إيش براءة كاملة عامة ويالبراءة من الديانة والدلعة ذلك أنه قال لا يقبل الله منهم صرفا لا عدل أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة